ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الدجاب جماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني إن تميزهما بلفظ من اسمي لا تميزهما بحلم وعلمي فهما واحد كروح بجسمي إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاه لعلي وبنيه منزل عند أهل العقل سام لا ينال خصه الرحمن من ألطافه بصفات هي ينبوع الكمال فهو نفس المصطفى دون الورى وهو صهر ووصي وهو آغال وأبو السبطين غلاب العداء وأخ للمصطفى من ذي الجلال إذا شئت النجاة بيوم حشر فوالي في الوراء أبا الحسيني فلو أن نمرأ ما شاء صلى مجد الناس كن طول السنيني وقام الليل في غلس يناجي إله العرش يبكي بالرنيني وصام الدهر حتى صار شنا وزك المال من ذهب ثميني وحج البيت من فرض ونفل وزار رسول رب العالمين فلا ينفعه هذا الجهد إلا بحب المرتضى أبو الحسيني أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناءه والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدت مع القمر المنير الأسعد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد إن يكن ينسب لله البنون وتعالى الله عما يصفون فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت يدعى ولدا لا عزير لا ولا ابن مريم آنست نفسي من الكعبة نور مثل ما آنس موسى نار طور يوم غش الملال أعلى سرور طرق السمع نداء كنداء شاطئ الوادي طوام حرمي سيد فاقع لن كل الأنام كان إذ لا كائن وهو إمام شرف الله به البيت الحرام حين أضحى لعلاه مولدا فوطى تربته بالقدم موسى هو بعد المصطفى خير الورى منذر العرش إلى تحت الثرى قد كست علياؤه أم القرى عزة تحمي حماها أبدا حيث لا يدنوه من لم يحرمي أسعد الله أيامكم ولياليكم وأعادكم على أمثال هذه الليالي في خير وعافية ونصر مؤزر معجل يا ناصر المستضعفين يقول مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالمكانة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره وأنا ولد كان يكنفني فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري أرى نور الوحي وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل عليه الوحي فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة قال هذا الشيطان وقد آيس من عبادته يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي وإنك لعلى خير لمن يتحدث أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذه الكلمات في أيام خلافته كان يتحدث بهذه الكلمات لجموع الناس هذا المجتمع الذي تناسى ما لعلي من الخصائص تناسى وتجاهل ما لديه من المكانة عند الله أنا اليوم إذا آتي برواية فيها شيء من إشارات إلى مقامات غيبية أو كرامة خاصة لأمير المؤمنين حقك أن تسألني عن مصدر الرواية وعن أي كتاب معتبر أخذتها لأن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وآله أجيال وأجيال وصلت إلينا هذه الكلمات ومع ذلك أحببناه ومع ذلك تمسكنا به ومع ذلك صرنا معه وتحملنا كل ضغوطات الحياة من أجل أن نبقى على منهجه بينما مجتمع مجتمع سمع من رسول الله مشافهة كل ما ورد في علي كل ما قيل في علي بل كان يقول صلى الله عليه وآله لو حدثت بكل ما نزل في علي ما وطأ على الأرض إلا وأخذ تراب رجليه وفضل طهوره ليستشفى به ولكن حسبك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى اللهم صلى الله عليه وآله يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كان أيضا لا يحدث بكل ما نزل في علي خشية أن تكون هناك ردة فعل من الناس لكن في البين كان يشافههم يخبرهم كل آية نزلت في علي أخبرها بهم ومع ذلك تجاهلوا وصار لزاما على علي أن يذكرهم بخصائصه يرجعهم سنوات قليلة إلى ما كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أول خصوصية هكذا تعلمون ما لي عند رسول الله من موقع وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بالمكانة المكينة والمنزلة الخصيصة ابن عباس في يوم من الأيام يسأل من أبيه العباس بن عبد المطلب يقول له من أحب إلى قلب رسول الله من أولاده قال علي بن أبي طالب قال إنما سألتك عن أولاده وعلي هو ابن أمه فقال يا بني ما رأينا أبا أشفق على ابنه من رسول الله على علي وَمَا رَأَيْنَا إِبْنًا أَطْوَعَ لِأَبِيهِ مِنْ عَلِيٍّ لِرَسُولِ اللَّهِ وَمَا رَأَيْنَاهُ فَارَقَ عَلِيًّا قَدْ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي سِفْرِ خَبِيجَةِ الملازمة والمواءمة والملاصقة للنبي صلى الله عليه وآله بدأت منذ اليوم الأول جاء ليستقبل هذا الوليد بعد أن خرجت به فاطمة بنت أسد من جوف الكعبة ضمه إلى صدره شمه وقبله بين عينيه علي يصف هذه المرحلة ويقول كان ينضغ الشيء ثم يلقمني يمسني جسده يشمني عرفه في رواية أخرى كان ينضغ التمرة أو اللحمة حتى تلين ثم يضعها في فم علي سلام الله هذه الرعاية هذه العناية هذه الملازمة من رسول الله لعلي منذ تلك الفترة منذ نعومة أضفر من الطبيعي أن يأتي القرآن بعد ذلك ليتحدث عن علي على أنه نفس رسول الله وإذا كان هناك مائز يميز بينهما ففي المقام ذاك نبي وهذا إمام وإلا إن تميزهما بلفظ من اسمي لا تميزهما بحلم وعلم فهما واحد كروح بجسمي إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها فعلي فعلي هو صنيعة رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله صنع صنع على عين الله أدبني ربي فأحسن تأديبي وراح يؤطي ذلك الأدب لعلي وكان يأمرني بالاقتداء به فما وجد لي خطلة في فعل ولا كذبة في قول وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء بعد نجي على الإعداد الروحي رسول الله عد خلال أربعين سنة على يد ملك من الملائكة يقول عنه صلى الله يقول عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لد أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يرشده إلى الخيرات ويجنبه مساوئ الأخلاق ليله ونهاره أربعين سنة على هذا الحال من كان يحضر معه من كان معه في خلواته ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري بعد شوف يا علي أرى نور الوحي أشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل عليه الوحي فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة قال هذا الشيطان وقد آيس من عبادته يا علي شهادة من رسول الله في حق علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي فبطبيعة الحال بعد هذا الإعداد لا يؤهل لأن يكون الظهر الذي يعتمد عليه والعز الذي يستند إليه سوى علي سلام الله علي وبالفعل أول يوم يعلن بل ويؤمر بأن يبلغ عشيرته يقول يا علي اصنع لنا وليمة صنع الوليبة خطب في أبناء بني عبد المطلب وبني هاشم من منكم يؤازرني على أمري فيكون خليفتي وقاضي ديني ومنجز عداتي تلك الجميع وسكت الجميع وما كان سوى صوت علي يجيبه أنا يا رسول الله اجلس يا علي جلس أعاد الكلام مرة أخرى وأعادها ثالثة وما كان سوى علي يجيبه قال يا علي أنت أخي ووزيري وقاضي ديني ومنجز عداتي اللي ينتظر دليل على إمامة علي وأولويته لينتظر حديث الغدير حديث الغدير جاء في السنة الأخيرة في السنة العاشرة دليل متأخر من يبحث عن مكان علي وقيمة علي ليقرأ الحديث المنزل ليقرأ حديث الدار ليقرأ الحديث الذي يتلو كرامة الطير المشوي وغيرها من الروايات اللي من أول يوم في مكة أعلن من هو الخليفة ومن هو الوصي ومن هو الوارث ومن هو قاضي الدين حتى خرج أبو لهب ومن معه وهم يهزأون ويسخرون بأبي طالب ليهنأك الأمر فقد جعل عليك ابنك وصياً ووزيراً لاحبوا هذا في اليوم الأول من أيام الدعوة أنا رايح أختصر الكلام في آخر يوم من أيامه في مكة أيضاً ختام هامسك كرامةٌ من الله يا علي أوتبات على فراشي قال أوتسلم يا رسول الله قال نعم إن شاء الله قال إذا لا أبالي فبات على فراش رسول الله فادياً له بنفسه الله يفاخر به ملائكة السماء ويقول يا جبرايل ويا ميكائيل إني جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر وخيرتكما أيكما يؤثر الآخر بالبقاء فأحب كل منكم البقاء لنفسه ألا كنتما كحبيبي محمد أخيت بينه وبين ابن عمه فبات على فراشه فادياً له بنفسه اهبطا إلى الأرض وحرساه يأتي جبرايل بوسام ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد عند الحاج كاظم الأزري ومواقف لك دون أحمد جاوزت بمقامك الترديد والتعديد فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى تهدي إليك بوارقاً ورعوداً فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريداً فكفيت ليلته وقمت معرضاً بالنفس لا فشلاً ولا رعديداً رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أما في أول يوم من أيام المدينة كان رسول الله ينتظر علياً عند مسجد قبى حتى يأتي بالفواطم الثلاث فاطمة بنت الزبير وفاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت أسد انتظره لمدة أسبوع كامل ولما أقبل عليه وقد رآه لوحته الشمس من فوقه وآذته من تحته ضمه إلى صدره وبكى طويلاً ثم قال يا علي لولا أخشى أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمر بملئ من الناس إلا وأخذوا تراب رجليك وفضل طهورك ليستشفوا به ولكن حسبك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ثلاثة عشر سنة كانت تلك مرحلة الدعوة الآن ينتقل إلى مرحلة التأسيس والبناء بناء الدولة الإسلامية هي مستهدفة معارك ثلاثة وثمانين معركة بين غزوة وبين سرية خلال عشر سنوات من كان لحل من الناس له الحظ الأوفر في يوم بدر نصف قتلى يوم بدر بسيف علي ونصفهم الآخر بسيوف الملائكة وقبل ذلك وفي ليلة بدر أرخل سيد الحميري كرامة لعلي أقسم بالله وآلائه والمرء عما قال مسؤول أن علي بن أبي طالب على الهدى والحق مجبول وأنه ذاك الإمام الذي له على الأمة تفضيل يقول بالحق ويقضي به وليس تلهيه الأباطيل ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل ميكال في ألف جبريل في ألف ويتلوه مسرافيل ليلة بدر مدداً أنزلوا كأنهم طير أبابيل وفي يوم أحد لما فر الناس وتحصنوا خلف الجبال وأسماؤهم معلومة معروفة بقى علي سلام الله عليه يميط الأذى عن رسول الله هو وذلك النفر القليل من أصحابه معرضين أنفسهم للقتل دون رسول الله صلى الله عليه وآله وله في كل معركة الحظ الأوفر تعالى له في يوم الأحزاب يكفي هذه الكلمة التي قالها رسول الله في حقه ضربة علي لعمر تعادل عمل الثقلين إلى يوم القيامة وفي يوم خيبر وأترك المجال للشيخ الأزري رحمة الله عليه يقول وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها فدعا أين وارث الحلم والبأس مجير الأيام من بأساها أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثرية مروعة لباها فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها ومضى يطلب الصفوف كما تمشي خماص الحشا إلى مرعاها وبرى مرحبا بكث اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها لو تحدثنا في حق علي لن نوفي من حقه قليلا أو كثير يكفي رسول الله يقول لو حدثت بكل ما نزل في علي ما وطى على الأرض إلا وأخذ تراب رجليه وفضل طهوره أما شاعرنا شي يقول قيل لي قل في علي مدحا ذكرها يخمد نارا موصدا قلت لا أجرؤ في مدحمر حارذ اللب إلى أن عبده والنبي المصطفى قال لنا ليلة المعراج لما صعده وضع الله على ظهر يدا فأحس القلب أن قد برده وعلي واضع أقدامه وعلي واضع أقدامه في مكان وضع الله يدا أهواك أهواك يا خير الورى بعد النبي ألا تراني كم في هواك معذب أنا يا علي وك معاني لي في هواك شواهد كثر أكفي شاهداني بغضي عدوك واحد وهواي من يهواك ثاني غذيت حبك ينفعا وأبي وأمي غذياني وعلى ولائك ناشيا فهم اللذان ربياني كم غزوة لك خذتها وكتبت نصرك بالسناني منها النظير وخيبر وبها استقال الصاحباني رجعا بخيبة عاجزين والخوف من وصف الجباني اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد روى الشيخ الطوسي في الأمالي عن أبي عبد الله جعفر الصادق عن آبائه قال كان العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب جالسين ما بين فريق من بني هاشم إلى فريق عبد العزة بإزاء بيت الله الحرام إذ أتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم أمير المؤمنين وصي النبي محمد وكانت حاملة بأمير المؤمنين لتسعة أشهر وكان يوم التمام قال وفقك وقفت بإزاء البيت الحرام وقد أخذها الطلق فرمت بطرفها نحو السماء وقالت أي رب إني مؤمنة بك وبما جاء به من عندك الرسول محمد صاء وبكل نبي من أنبيائك وبكل كتاب أنزلته وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه بنى البيت العتيح فأسألك بحق هذا البيت ومن بناه وبهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني بحديثه وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك إلا ما يسرت علي ولادتي قال العباس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب فلما تكلمت فاطمة ودعت بهذا الدعاء رأينا البيت قد انفتح من ظهره ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا ثم عادت الفتحة والتسقت بإذن الله فرمفرمنا أن نفتح الباب ليصل إليها بعض نسائنا فلم ينفتح الباب فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى ولما دخلت فاطمة في جوف الكعبة وهي في تلك الحالة جلست فوق الرخامة الحمراء وإذا هي بأربع نسوة يدخلن عليها أما الأولى فأمنا حواء وأما الثانية فمريم بنت عمران وأما الثالث فاسية بنت مزاحم وأما الرابعة فهي أم نبي الله موسى وذلك ليلينا منها مات للنساء من النساء عند الولادة وكانت عليهن ثياب كهيئة الحرير الأبيض ورائحتهن أطيب من المسك الأذفار وبينما هي كذلك وإذا بها قد ولدت بأمير المؤمنين من أفضل الصلاة علي بن أبي طالب الله فاطمة الزهراء الحسن والإحسين زين العابدين لإمة المعصومين أفضل الصلاة والسلام الله 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 محمد وعلي محمد صلى الله محمد عليه محمد صلى الله 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 بارك لكم جميعاً العام الماضي أتذكر ختمنا المجلس بقصيدة صاحب بن عباد السنة نخليها كوثرية سيد رضا الهندي رحمة الله عليه أمفلج ثغرك أم جوهر ورضاب رحيقك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر والخال بخدك أم سكن نقط به الورد الأحمر أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت ند على مجمر عجباً من جمرته تذكو وبها لا يحترق العنبر يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر فأجن به بالليل إذا يغشى والصبح إذا أسفر ارحم أرقاً لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر تبيض لهجرك عيناه حزناً ومدامعه تحمر يا للعشاق لمفتون بهوارش أحوى أحور إن يبدو لذي طرب غنى أو لاح لذي نسك كبر آمنت هواً بنبوته وبعينيه سحر يؤثر أصفيت الود لذي ملل عيشي بقطيعته كدر يا من قد آثر هجراني وعلي بلقياه استاثر أقسمت عليك بما أولتك يا النظرة من حسن المنظر وبوجهك إذ يحمر حياً وبوجه محبك إذ يصفر وبلولئ مبسمك المنظوم ولولئ دمعي إذ يحمر أن تترك هذا الهجر فليس يليق لمثلي أن يهجر فجل الأقداح بكف الراح وخلي يسارك للمزهر فدم العنقود ولحن العود يعيد الخير وينفي الشر هذا عملي فاسلك سبلي إن كنت تقر على المنكر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدا هو كهفي مني وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر إن كنت لجهلك بالأيام جحت مقام أبي شبر فاسأل بدراً وسأل أحداً وسل الأحزاب وسل خيبر من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر من قدمه طاها وعلى أهل الإيمان له أمر قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الدر أنا ساووك بمن ناووك وهل ساوو نعلي قنبر من غيرك يدعى للحرب وللمحراب وللمنبا يا من تكرم بالهداية إن كنت قد رمت الجباية يا ربنا خذ ما تشاء ودع لنا كنز الولاية فهي السبيل إلى النجاة إلى الصلاح إلى الهداية إذ ليس تنفعنا جبال التبر في ظلم الغواية كلا ولا جسم كجسم الفيل ما الأجسام غاية فإذا أردت تكرما فارفع إلى الإسلام راية فإذا أردت تكرما فارفع إلى البحرين راية أموالنا أولادنا أرواحنا تبقى وقايا أفضل الصلاة ما أردت تكرم بالمقر ما أردت تكرم بالمقر طالب الله يعدكم جميعا إن شاء الله إخواني الجمع للمقبرة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجلوه عند الله